أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب إفريقيا مشيرا إلى أهمية التشاور والتنصيق المستمر بين البلدين بشأن قضايا ومصالح قارة إفريقيا جاء ذلك خلال اللقاء رئيسي غرفتي البرلمان في جنوب إفريقيا على هامش مشاركته في المنتدى البرلماني لدول براكس في جوهانسبيرغ وخلال اللقاء أكد المستشار جبالي على تطلع مصر للمشاركة الفعالة في مختلف مبادرات وأليات البراكس وأهمية تعزيز قنوات للتواصل بين برلمانات دول المجموعة فضلا عن التنصيق بشأن مختلف القضايا على الساحة الدولية والإقليمية كما شدد جبالي على أهمية دفع التعاون جنوب جنوب وضرورة تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية لخلق فرص إضافية لتعزيز التعاون مع الدول براكس من جانبها ثمنت رئيسة الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا مشاركة مجلس النواب في منتدى برلمانات بريكس باعتبارها أول مشاركة لمصر في أليات التجمع ومؤكدة أن انضمام مصر للبريكس هو إضافة قوية للتجمع والدول الإفريقية ترجمة نانسي قنقر